قطاع الأدوية أحد القطاعات التي تتجه إليها أنظار الحكومة لرفع ضريبة المبيعات على عدد من السلع والخدمات لتنفيذ برنامجها الإصلاحي وخاصة بند الإرادات بعد إقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2018 ما أثار قلق العاملين في القطاع الطبي والصيدلة بالإضافة إلى المواطنين ردود مستهجنة من قبل المواطنين حول توجه الحكومة فرض ضريبة جديدة على الأدوية الذي جاء بعد إقرار مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 المواطن رفعوا الخبز ورفعوا النفط ورفعوا كل شيء فما ظل إشي ما رفعوه والأدوية يقتلوا الشعب أنا ضد رفع أسعار الأدوية المفروض الأدوية تكون كلها مجانا أو بأسعار رمزية حرام الشعب ما شوك كلش بدهم يرفع أسعار الأدوية من وين الناس بدها تصير تشتري دول أولادها؟ كل شيء ارتفع الدول ارتفع البنزين ارتفع حتى الرز ارتفع ما بنقدر نحكي غير حسبي الله ونعم الوكيل ما خلوا إيش إلا رفعوا البنزين والمواد التنمونية بشكل عام رفعوا الضريبة عليها وهي ليس ضاير عليهم غير الأدوية عشان الوعد يموت ويرتاه نقيب الصيادلاء الدكتور زيد الكلاني أشار خلال استضافته في برنامج هذا الصباح على قناة رؤية إلى أن الحكومة لم تبين النسبة الحقيقية لرفع الضريبة لغاية اليوم كما أن وزير المالية أشار في جلسة إقرار الموازنة إلى أنه سيتم استثناء أدوية الأطفال ومستلزمات الأطفال من الضريبة الدواء اليوم يخطع لضريبة 4% فممكن يصير 8% ممكن يصير 10% ممكن يصير 12% فنحن في الظلام زي ما بيحكوا مفاجأة يعني مفاجأة مفاجأة قرار الحكومة باحتمال أنه يرفع الضريبة 12% أو 16% ووصلها على هذه الأدوية بالتالي حيرتفع سعر الدواء بالتالي هذا كلفة إضافية علينا كسيادة ندفع ضريبة إضافية ونفس الشيء اللي هو المستودعات وبالأخير هي محصلة المواطن اللي هو حيتضرر بارتفاع سعر هذا العلاج ضبابية في القرار الحكومي وموقف حازم من نقابة الصيادلة بشعار لا ضريبة على المرض وتخوف المواطن من أعباء معيشية تمس هذه المرة أمنهم الصحي ليلة خالد رؤيا